بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية والنهاردة أول يوم في شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير كل عام والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع في مشارق الأرض ومغاربها بخير وصحة وسلام وسعادة ونتمنى التوفيق لكل الناس أجمعين يا رب العالمين النهاردة بنتكلم عن الفرق بين الجير والجبس الزراعي فيه أمور خطيرة وخطيرة جدا يا جماعة في بعض البشر طال على اليوتيوب علشان يأخذ مشاهدات بيضللوا في الناس وبكلموهم كلام ما أنزل الله به من سلطان أو عندهم علم سطحي وبالتالي بيدمروا الناس بالعلم السطحي أو بمعنى صح بيهون عليك الزراعة علشان يدخلك فيها هو كل اللي يهمه يأخذ مشاهدات أما يكون أنه هو يهمه أنك تزرع أو تنتجي حاجة للأسف الشديد لا تمام فبنتكلم عن مخاطر الجير المطفي تمام ومميزات الجبس الزراعي تمام النهاردة بيقول لك روح هو بيقول لك روح عند الراجل بتاع مواد البناء واشتري منه الجير تمام الجيد أو بودرة البلاط وهاتها وحطها للنبات وخلاص بودرة البلاط أو الجير يا جماعة ليه استخدامات زراعية ولكن في موضوعنا إحنا في أراضينا المصرية إطلاقا ده حاجة تانية خالص وده مدمر بالنسبة لإضافته للأراضي المصري تمام فتعالى نتعرف عن الفرق بينهم أول حاجة الجير المطفي ده في الأساسة هو على الشمال تمام حطي أنه ده أنا باعتبره 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 ركز معي كويس باعتبره ده الميتة يعني الميتة إذا اضطريت يعني واحد بيجيني مثلا من فلسطين منعين عنهم نطارات الكالسيوم فبقول لي عندي جير بقول له هتحمده نتريك لو قدرت تحطه عليه بتسلك شوية منه وتشتغل به على الساس أنه يحرر جزء منه كنطارات كالسيوم تمام طيب بس بالنسبة لنا إحنا لا ده مدمر يا كما ده مدمر شوف المعادلة الكيميائية ومحدش بس يعني يقول لي إيه أصلا أنت مستقصر العلم على نفسك أنا ما لعلاقة ده العلم ده حطينه من قبل أجداد أجددي ما تتولد أساسا أنا بنقله زي ما العلماء من ألاف السنين حطوه أنا بنقله لك قدامك أهوة تمام بالنسبة للجير المطفي ده أساسا يا جماعة زي ما انتوا شايفين أهوة أكسيد كالسيوم أهوة لما حطينا عليه الـ H2O اللي هي المية أصبح كالسيوم أصبح هيدروكسيد كالسيوم أصبح هيدروكسيد كالسيوم معروف الهيدروكسيد يا جماعة درجة الـ H بتاعته عالية جدا يعني قاعدة قلوي يا جماعة فوق السبعة طب كان تقريبا فوق الـ 12 كمان تمام فوق الـ 12 الجير المطفي ده ده قلوي فوق الـ 12 لما بنحطه للقر بيعمل لها إيه أولا بيعمل طبقة سطحية صلبة بيمنع الجدور النبات من هي تتنفس بيرفع رقم الـ H بموت الجدور بيعمل كل المصايب اللي انت ممكن تتخيلها بيعملها الجير المطفي ده تمام طب مال بيحطوه فين بيحطوه في أراضي أوروبا مش في مصر خالص مش بتاعنا إحنا خالص لأن أراضينا أساسا قلوية وقلنا أراضينا قلوية لي يا جماعة لأن احنا ما عندناش أمطار لأن المطر لما بينزل بينزل كساء نباتي بيعمل كساء نباتي الأرض بتخضر كلها اللي النبات دهوت بيدوب ولما بيدوب ويموت بيتحلل ولما بيتحلل بيبقى مضة عضوية وفي الآخر بينزل رقم البيئتش الكلام ده موجود في أوروبا البيئتش عندهم أساسا منخفض فبالتالي هم عشان يعادلوا بحطوا الجير الجير اللي قدام حضراتكم دهوت تمام أما احنا الجير بتاعنا ما ينفعش نحطه في الأراضي بتاعتنا لأن الأراضي بتاعتنا قلوية فأنا النهاردة عندي قلوية يعني إيه يعني رقم السبعة ده متعادل تحته بيبقى حميضي وفوقه بيبقى إيه بيبقى قلوية إذن فإحنا كوطن عربي أراضينا فين فوق السبعة يعني قلوية فأوروبا تحت السبعة يعني حميضية عشان يرفعوها بالحميضية دي تحطولها إيه وحطولها الجير المطفي إذن في الجير المطفي مش بتاعنا خالص الجير ده مش بتاعنا خالص إطلاقا أما اللي بنعمل به عارفين عجنته البردو اللي بيتينه بقى لما تمشي في الشجر كده والحدائق بتلاقي الشجر كده دهننه من تحت بجير الجير ده هو الجير المطفي بحطه عليه كابرتات نحاس وبحطه عليه مية وبقلبهم في بعضه وبالفرش وبيدهنوها كده عشان إيه عشان التصمغ والأمراض بتاعت قل في الأشجار ما تموتش الأشجار تمام ده الاستخدام بتاعه أجازنا وأوجازنا في النقطة دي طيب تيجي بقى للجبس الزراعي الحاجة الرائعة بقى تمام جبس الزراعي زي ما انت شايفه المعاضلة كيميائية قلتلك ده مش بتاعه ولا أنا اللي عامل المعادلة ده من مآت السين الموجودة تمام عشان بس محدد كالسوم هو يعني كالسيوم وكابرتات يبقى كابرتات الكالسيوم واثنين اتش تو او ومية أهوة قدامك يبقى كالسيوم وكابرتات ومية يبقى بسموها كابرتات الكالسيوم المائية أو احنا بنسميه الجبس الزراعي عمرك شفت كتاب وعمرك شفت الحكومة عندنا أو وزارة الزراع بتقول لك حط جير مطفي اطلاقا ما حصلش بس كل شوية تلاقيهم تلاقيك قدام الجامعات الزراعية زمان والحد الآن دلوقت زمان كانوا بيقلبوا بالقلبات كده تمام قلب كومة كبيرة كده كابرية جبس الزراع يا جماعة تعال خد ويحطه لك غصبا عنك عشان يحسن الطربة عندك وهو محق على فكرة وهو محق وعلى حق طب كابرتات الكالسيوم دي بتعمل ايه يعني ايه حمضية طب احنا الارض عندنا قلوية لما بنحط الحمضة على القلوية بيرفع الايه بيرفع بيقلل القلوية شوية وبخلي الارض بتاعتنا في النطاق اللي ممكن نزرع فيه كويس يعني اه مش هتكون حمضية ولكن بيهزب رقم البي اتش شوية شوف بقول لك بيهزب ده العلم اقول بهزب ماقولش بينزل لان بينزل ديت قصة تاني قال يستحيل البي اتش في اراضينا ينزل الا لحظات بسيطة ممكن في بعض الحالات كده ولكن احنا بالقول يهزب البي اتش شوية تمام يبقى بنحط كبريتات الكالسيوم طب تمام لان فيه كبريت طب انا عندي كالسيوم حاجة محترمة جدا المصدر طب الكالسيوم هنشوف التركيب بتاعه صروفه ايه وعندي كبريت طبام حاجة محترمة يبقى عندي مصدر للكبريت ومصدر للكالسيوم وعندي المية معالنة فيها طيب كبريتات الكالسيوم دي يا جماعة النظافة بتاعتها زي ما موجود في التحليل قدامك هو 95% طب والكالسيوم محتوى 23% والكبريت 18% ده على فكرة ده بعد مشاركات بتاخده وتبدأ تزبطه بتبدأ تزبط فيه وبتعمله اضافات كميائية تانية بحيث ان هو يبقى في الصورة اللي قدام حضرتك ده هو وفي الاخر عندك الرطوبة بتاعته او المية بتكون 1% تمام تمام بالنسبة ليه الكالسيوم يا جماعة لما بنحطه للاراضي اللي فيها مملحة الاملحة ايه كلنا بنقول املحة الصوديم املح الصوديم ده رمز الصوديم يا جماعة ان ايه تمام طب رمز الكالسيوم ايه سي اي سي اي تو اتنين بلس اتنين زائد تمام سي اي تو طيب لما الكالسيوم الكالسيوم بنضيفه بي سي ايه تو تمام اللي هو اتنين رجلين والصوديم واحدة بس زائد واحدة هي زي ما عضرتك شايفوا الكالسيوم فيه ايه فيه اتنين فيه كم فيه اتنين يبقى الكالسيوم عليه شحنتين موجبتين الصوديم عليه شحنة واحدة بس موجبة طيب الكالسيوم ده عنده كم راجل نشبهها بقى بالبشر راجلين طب الصوديم عنده كم راجل عنده راجل واحد طب لو راجلين ثلاث رجالة متعدلين في القوة فيهم راجلين بيزقوا راجل مين اللي هيغلب الكالسيوم إذن فالكالسيوم بيروح لما بنضيفه للأرض اللي هو في كابريتات الكالسيوم ده أو في الجبس الزراعي لما بنضيفه للأرض بيقوم يزقوا الصوديم ما هو معاه رجلين بيقوم يزوق الصوديم بيبقى لازق فين على حبيباته التربة لما هو بروح الكلسام يلزع على حبيباته التربة تمام يحتل لما كان الصوديم ويقوله اطلع دي مش ارضك ولا عرضك ولا شغلنتك خالص اطلع بره خالص تمام يطلد الصوديم الصوديم تلاقيه فين تلاقيه واقف وحيد شريد متسول ما بين حبيباته التربة في حاجة بسمها المحلول الارضي تمام حاير كده يقوم الفلاح روي الارض ريا يقوم الصوديم ايه مخسول يتغسل فين في ميت الصرب عرفت القصة جاية ازاي هي دي قصة الصوديم اللي هو الكالسيوم الكالسيوم اللي هو كابريتات الكالسيوم وقصة الجبس او الجير الزراع الجير والكابريتات الكالسيوم او الجبس الزراعي كابريتات الكالسيوم او الجبس الزراعي والفرق ما بينه وبين الجير أنا فصرتها لك بالفلاحي خالص نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنك تكون عرفت القصة ماشي أزاي عشان محدش يتحك عليك شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم